نازلنا في الزمالك فأنا النهاردة عجبني جدا المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ أحمد سالم لأنه هو الزمالك واخد اتجاه أنه ما نحكيش وما نتكلمش وما نقولش قوي التفاصيل مؤخرا بدأت تتفتح شوية علشان حسوا أن الجمهور اللي مش فاهم قوي التفاصيل اللي بتحصل بيزيد توتره فبيزيد ضغطه على مجلس الإدارة فبدأ مؤخرا الأستاذ عمري أدهم يكتب بعض التوضيحات الموضوع ماشي الفين بدأت معلومات تخرج أكتر عشان توضح كيف يسير الزمالك في خطواته لفك القيد النهاردة لمدة عشر دقائق تابعتها في برنامج الزميل أحمد سالم بيتكلم في عشر دقائق عن إحنا بنعمل إيه وبنعمله ليه ودي بصراحة بشوف أنها من أنسب الحاجات اللي ممكن نعملها الزمالك دلوقتي فيما يخص توضيح الصورة لأن بكل بساطة لو أنا ما بقولكش حاجة بس في نفس الوقت شايف الوضع مش حلو قوي أو اللعود لسه ما تنفذتش فكل يوم بيعدي بيخليك إيه؟ أيوة ها نهاردة 1 يناير أيوة نهاردة 2 أيوة 3 فين إنهاء إغلاق القيد؟ فين القصة؟ فإنك توضح للناس الموضوع عامل إزاي وأنا عملت إيه؟ كان شكل حقيقة إيجابي جدا خصوصا أنه ما خرجش تفاصيل التفاصيل لكن هو قال لك إن إحنا بنوزع الدولارات إزاي على قصة أتشنبونج على قصة ليون في عقد رعاية نداي في قصة ودي ديجلا سابقا في مستحقات 50% من مستحقات مساعدي فريرا في قصة كاراكاس البنزويلي فيما يخص سامسون أكينيولا وإنه مش كل الفلوس هتتدفع مرة واحدة لجهة واحدة إحنا بنقصت ودي أسالبنا في التفاوض وده أمر إيجابي أنا من يوم واحد يعني في مجلس الإدارة بقول لكم إنه مستحيل مشاكل الزمالك تتحل النهاردة مستحيل تخلص في يوم وليلة هتحتاج وقت المهم إن أنت إزاي تكون بتشتغل عشان الوقت ده بدل ما يبقى قد كده يبقى قد كده وبالتالي مهم جدا التوضيح لأن التوضيح بيهديك كمشاهد أو كمتابع أو كزمالكاوي لا يشغل بالك وإنت في الشارع بنشوف ده يعني إلا نقطة إزاي مالك إلى فين فعجبتني جدا الحقيقة اتجاه مجلس الإدارة لتوضيحات في هذا التوقيت بالذات طيب إزاي مالك في إطار فكرة التفاوض ومحاولات التقسيط إزاي مالك في إطار فكرة التفاوض ومحاولات التوضيحات في الأسفل